هذا وتشهد الأوساط المحلية في محافظة أبيان حالة من الصخط والإدانة للعملية الإرهابية التي استهدفت جنود الحزام الأمني في منطقة مقاطين بمدرية أحور ندين استنكر العمل الإجرام الذي قامت به القاعدة وما يسمى بأنصار الشريعة ضد الجنود الأبرياء المرابطين في محافظة أبيان والحزام الأمني الذي كان يقوم بواجبه أحيانا ضد هذه الجماعات المتطرفة الخارجة على القانون وعلى الشرعية الوطنية وقد تلقينا النبأ بصدمة كبيرة وعارمة أن نرى الجنود الأبرياء وهم مقتولين ندين استنكر أنصار الشريعة بالدرجة الأولى وتنظيم القاعدة وأي تنظيمة أخرى إرهابية على الجنود الحزام الأمني الموجودين بأبيان هذا عمل بربري هذا عمل هامجي هذا عمل لا يرضي الله ولا رسوله أنت من ترضي أنت من ترضي بهذا العمل أحقك الإجرامي الكبير الجريمة الإرهابية وقهت رسائل على السلطة الحاكمة في اليمن أن تعيها وأن تدرسها بتعمق هذه الجريمة من أين وكيف أتت؟ لماذا لم يحدث جرائم إرهابية مماثلة لها في أي من المحافظات الأخرى باستثناء محافظة أبيان هذه الجريمة المدانة يجب على السلطات الحاكمة في اليمن أن تتصدى لهذه الجماعات الإرهابية وأن تعرف القيادات والقواء السياسية التي توجهها وفقا لبرامج خبيثة لا تخدم الوطن ولا تخدم الإنسانية بطبيعة الحال المراقب من كثب سيجد أن العملية الإرهابية داخل مناطق المحررة غالبا ما تكون مرتبطة في حالة استقرار أمني وسياسي داخل هذه المناطق وهذا يضعنا أمام سؤال مهم وهو ما هي طبيعة العلاقة التي تربط الجماعات الإرهابية بالحوتيين وذلك لأن كافة هذه العملية الإرهابية لا تخدم سوى الحوتيين في هذا التوقيت وعليه فإن المجلس الرئاسي أمام اختبار مهم للحد من هذه العملية الإرهابية والقضاء على الإرهابيين داخل المناطق المحررة نديني الهجوم الإرهابي الذي تعرض له القنودة في أبيان وهذا يعبر عن مدى وحدية القرار لدى الجماعات الإرهابية سواء الجماعات الإرهابية المموولة من إيران أو الجماعات الإرهابية المموولة من قطر هذه الجماعات هي بشقها الإخواني وبشقها الحوتي هي تسعى إلى تقويض الأم داخل البلاد وهي رسائل أيضا ما قام به تنظيم القاعدة من تهديد مسبق وأيضا تنفيذ هجوم إجرامي هو رسالة لمجلس الرئاسة وأيضا رسالة للتحالف العربي وأيضا رسالة للشعب اليمني كله بأن الإرهاب موجود إذا ما قامت الدولة بإرساء مدامكها في المحافظات المحررة فإن تنظيم القاعدة له وقه آخر كما وقه الحوثين